السلام عليكم دراري مرحبا بكم في القناة درسي اليوم هو الوزم والكتلة أولا سنقوم بإعطاء تعريف مبسط للكتلة ثانيا سنقوم بإعطاء تعريف مبسط للوزم وأخيرا سنعطي العلاقة التي تربط بين الوزم والكتلة بالنسبة لتعريف الكتلة كل شيء تعرفوا الكتلة مقدار قابل للقياس نرمز للكتلة بالحرف M وهي الأماس نرمز لها بالحرف M واحدة العالمية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام لقياس كتلة جسم نستعمل الميزان إلكتروني أو ميزان دكافتين يعني الجهاز الذي نقيص به الكتلة هو ميزان إلكتروني أو لا ميزان دكافتين بالنسبة لتعريف الوزن الوزن هو القوة التي تطبقها الأرض على الأجسام نرمز لقوة الوزن بالمتجهة P دائما نرمز لقوة الوزن بالمتجهة P سندكر مميزات قوة الوزن P أولا سنحدد نقطة تأثير ثم سنحدد خط تأثير ثم سنحدد المنحة وأخيرا سنحدد الشدة نقطة تأثير وزن P هي دائما جي مركز تقل الجسم خط تأثير هو دائما المساقيم الرأسي المار من جي من جي مركز تقل الجسم المنحة من جي نحو الأسفل شدة نقيصها باستعمال جهاز ديناموماتر نرمز لها بالحرف P دائما شدة الوزن نرمز لها بحرف P وحدتها العالمية هي نيوتون واحدة العالمية لقياس شدة هي نيوتون ونرمز لها بالحرف N ونرمز لها بحرف N مفهوم؟ بالنسبة للعلاقة التي تربط بين الوزن والكتلة هي هذه P دائما شدة الوزن تساوي دائما الكتلة مضربة في الشدة التقالة P شدة الوزن الجسم وحدتها هي نيوتون لأن وحدة القياس الشدة هي نيوتون وحدة العالمية بالنسبة لأم هي كتلة الجسم وحدتها الكيلوغرام لأن الوحدة العالمية لقياس الكتلة هي الكيلوغرام بالنسبة للجي تسمى الشدة التقالة وحدتها هي نيوتون على الكيلوغرام مفهوم؟ علاقة أخرى هي العلاقة التي تربط بين شدة ثقالة على سطح الأرض و شدة ثقالة على سطح القمر لدينا علاقة التي تربط بين شدة ثقالة على سطح الأرض إلتائج سادف مرات شدة ثقائل على القمر وضع gün In the�� pay لتسمى شدة ثقاله على سطح العرض In theld pay العلاقة التي تربط بين شدة ثقائل على سطح العرض وشدة تقالة على سطح القمر هي هذه لدينا الجيد يالالين ولدينا ملحوظة مهمة خاصة نتعرفون أن نكونوا عارفين هي أن الكتلة هي مقدار لا يتغير بتغير المكان يعني الكتلة هي مقدار تابت لا تتغير بتغير المكان بالنسبة لشدة تقالة هي مقدار يتغير حسب تغير المكان يعني كل ما تغير حسب انحراف عن خط السيواء أو لتغير المكان شدة الوزن هي مقدار يتغير مع تغير شدة تقالة يعني إلا تغيرت لي شدة تقالة رحت الشدة الوزن ستتغير لدينا قلنا أن كتلة الجسم هي مقدار تابت لا يتغير بتغير المكان بينما شدة تقالة هي مقدار يتغير حسب تغير المكان وشدة الوزن هي مقدار يتغير مع تغير شدة تقالة يعني إلا تغيرت لي شدة تقالة رحت الشدة الوزن